مساء الخير يوما بعد يوم تتزايد الحاجة إلى حكومة كاملة الأوصاف تتحمل مسؤولية كاملة عن البلاد والعباد وتتابع حاجاتهم المعيشية والحياتية بالتوازي مع تنفيذ أليات خطة نهوض اقتصادي ونقدي ومعالجة الإضراب في القطاع العام لما له من تداعيات على كل دوائر ومؤسسات الدولة وأمور الناس في معاملتهم ومصالحهم وفي هذا الإطار رأت حركة أمل أن احتياط لبنان من الوقت قد نفذ وعليه لم يعد من متسع للنكد والحراد السياسي والتلكء بتشكيل حكومة جديدة وفيما شددت الحركة على التمسك بوحدة الموقف اللبناني تجاه قضية ترسيم الحدود البحرية وحماية ثرواته والإصرار على الاستفادة الكاملة منها في مقابل المحاولات الإسرائيلية المستمرة للاعتداء عليها وتوظيف كل عناصر القوة من أجل هذا الأمر كان لافتا ومن خارج السياق ما صدر عن اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب حول المسيارات الثلاث التي أطلقتها المقاومة لناحية أن لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرضه لمخاطر هو في غنان عنها وأهب البيان الذي تنصل من المسيرات بجميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض مطالبا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا وفي شأن آخر تقدم النائبان علي حسن خليل وناصر جابر باقتراح قانون يرمي إلى حماية أموال المدعين في المصارف اللبنانية عبر التزام إلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف بتأمين مدائع للناس ودائع الناس وفق ما كشف خليل في حديث خاص للأنبياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر